أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 لجميع المواطنين منذ ظهورها في عدد من دول العالم وفقا لتوجهات الرئيس السيسي وخلال متابعته تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي وشركة تصنيع الضمضات الطبية الحديثة بالإسماعيلية شدد مدبولي على أن الهدف من المشروعين هو التوطين صناعة اللقاحات البشرية والبيترية بالتعاون مع الشركات العالمية ومن جانبه أعرب ممثل الشركة العالمية الشركة بمشروع مدينة اللقاحات عن تقديره للتعاون القائم في هذا المشروع مع نخبة من العلماء والمتخصصين من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول الأخرى موضحا أن الشركة قدمت في مصر وعشرين دولة أخرى لقاحات ذات كفاءة عالية لعدد من جوائح الأمراض المعدية في الحيوانات والطيور